بسم الله الرحمن الرحيم فاطلة الشيخ هناك مدرسة مدرسة فيها مصلى معدل الصلاة الظهر فقط في وقت صلاة الظهر يجبرنا البنات على الدخول وبعضهم تكون حائط فهل هذا مصلى لو حكم المسجد إنه ما يجلس أن يجلس فيه لأنه يكون قد يجلس في الفصول ممكن أن يحجزهم بعض الأشياء اللاخلاقية فهل يعني ممكن يجبرنا أن تكون المصلى في المدارس ليس في حفظ المسجد فهل هو مصلى وليس ما تقام فيه الصلاة في مكان ما يعتبر مسجدا المسجد ما أعد للصلاة على سبيل العموم وهج وبين وأما مجرد أن نتخذ مكان نصلي فيه فهذا لا يجعله مسجدا وعلى هذا فيجوز المسجد الحائط فيجوز للمرأة الحائط أن تدخل فيه وتبقى نعم